موسيقى أهلاً بالجمهور الكريم في الشهر الماضي انعقد مؤتمر إينارة وقدم فيه مجموعة من المتخصصين في تاريخ المبكر للإسلام مواضيع جديدة من داخل المورود الإسلامي ومن خارجه عنوان هذا المؤتمر هو آلام الولادة التاريخية للإسلام لماذا هذا العنوان؟ لأن تاريخ الإسلام ولد مشوهاً في القرن الثاني الهجري على يد مجموعة من فقهاء البلاط وعلى رأسهم ابن إصحاق الذي قدم لنا أول بيوغرافية سيرة محمد نبي الإسلام ذلك بأمر من الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور معتمداً أي ابن إصحاق على الروايات والخرافات التي كانت منتشرة في عصره ولملء الفراغات أقحم هؤلاء الفقهاء على حياة محمد أشياء ليس لهم دليل على صحتها كنكاح محمد لطفلة صغيرة لا يتعدى عمرها العشر سنوات فربما كان الخليفة العباسي يميل لهذا الشذوذ فسهل له الفقهاء البلاط الطريق لذلك وبالتالي إضفاء الشرعية على هذا الأمر المشي فلو أخبرون هؤلاء الإخباريون أن الرسول تزوج طفلة صغيرة من أجل المصاهرة بقبيلة قوية كقبيلة بنو تميم العربية ولم يقم بوطئها لصغر سنها ما كان الأمر يستدعي الغرابة والدهشة قد يقول قائل إن محمداً فعلاً كان رجلاً بدوياً مريضاً يشتهي النساء ويسارع في امتلاكهن خصوصاً بعد ما قويت شوكته نقول للجميع لا نملك أي دليل مادي تاريخي على ذلك وبالتالي فمحمد بريء من هذه الأقاويل لغياب أدلة دامغة تؤكد على فعل الجريمة في المقابل هناك من يظن أننا ندافع عن محمد من أجل جذب انتباه أحباءنا المسلمين ولهؤلاء نقول كذلك ما بني على باطل فهو باطل والباحث الحقيقي لا ينجر وراء العاطفة والميول الشخصية فالتاريخ المبكر للإسلام يسمونه المتخصصين في هذا الموضوع في الثقب الأسود لماذا؟ لقلة المعلومات عنه فنفض الغبار عن بعض المخطوطات والنقوش والعملات التي تعود لتلك الفترة تجعل من ولادة التاريخ المبكر للإسلام ولادة عسيرة مؤلمة تحتاج أجيال لقبولها في ظل وجود خرافات تشبه خرافات ألف ليلة وليلة مرة على عمرها أكثر من 12 قرن حتى أصبحت حقيقة مطلقة زورا وبهتانا ومن ينكرها يكون معرضا فاسقا يستاهل العقاب الأدلة التي توجد كتاريخ مادي وتفند الرواية الإسلامية هي ما نعتمد عليها لمعرفة التاريخ المبكر للإسلام أما الرواية الإسلامية هناك فريق آخر يقوم بتفنيد هذه الرواية من داخلها أي من داخل الصندوق وهو عمل متكامل مع البحث خارج هذا الصندوق ولهذا وجود مثل هؤلاء الباحثون أمر ضروري في مثل هذه المؤتمرات العلمية لترصد آتار جريمة التدليس وتقدم المعطيات الحقيقية التي تعززها شواهد مادية تاريخية لا يمكن إنكارها سوى من لا يريد لهذه الحقيقة أن تنجلي ويفضل الخرافة ليطمئن إيمانه سوف أقدم لكم لقاءات مع هؤلاء الباحثين مثل الأستاذة التونسية هالا وردي من جامعة تونس المنار خريجة جامعة الصربون بباريس وصاحبة العديد من الأبحاث المتيرة للجدل كما يحب البعض تسميتها كخلفاء الملعونين وأيام محمد الأخيرة وفي هذا الموضوع قدمت الدكتورة هالا قراءة في هذا المؤتمر وأبرزت كرونولوجية الأحداث قبيل وفاة محمد ووقت موته والمؤامرات التي عقبت ذلك ولتغذية جانب آخر قدم قراءة عن الأنبياء الكذبة في القرن السابع الميلادي الأستاذ الفرنسي من أصول لبنانية مصرية السيد حبيب طاوة وهو متعدد الخبرات وعلى رأسها مادة التاريخ هو خريج مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة الصربون ومن بين الأبحاث التي قدمها في العديد من الجامعات مقالات مثل مقال عن اليزيدية وكذلك مقال عن بعض التأثيرات السامرية على الإسلام وما يهمنا هو موضوع الأنبياء الكذبة في القرن السابع الميلادي وهذا الموضوع جاء تكملة لقراءة الأستاذة هالا وردي سوف نقدم كذلك مقتطفات من تسجيلات هذا المؤتمر ولقاءات خاصة مع أساث ذا متخصصين في هذا المجال التاريخ المبكر للإسلام وقبل تقديم هذه الحلقات كاملة أحب أن أذكر المشاهد الكريم أننا لا ننتلك الحقيقة المطلقة كما يدعي خصومنا امتلاكها نحن نسعى لكشف الحقيقة العلمية النسبية التي هي قابلة للتغيير في ظل وجود مستجدات علمية حقيقية بعيدين كل البعد عن التحزب والميل نحو الدات والعاطفة حتى لا تؤثر بشكل سلبي على أبحاثنا فكلما ركننا نحو الحيادية كلما ازددنا اقترابا من هذه الحقيقة الغائبة وتقديم هذه المادة بحجج دامغة كالمخطوطات والنقوش والعملات وبأسلوب راقي لا يحتقر من الآخر ولا يسفهه ولا ينعته بنعوت دينية سلبية كالتكفير واللعن والسب والشتم مستعدين أن نناقش كل شخص مهما على أو صغر شأنه بحب واحترام شريطة أن يتعامل معنا بنفس المستوى فالتحقير والشتم واللعن وأسلوب هو أسلوب غير حضاري يبرهن على مستوى الشخص الذي يلتجئ له فالردود على أسئلة المشاهدين جزء من الواجب وليس الواجب كله في ظل وجود عمل وتحضيرات جبارة من أجل تقديم المادة العلمية سواء في الكتب أو للمشاهد فالأشخاص الذين يسفهون ويشمون ويحتقرون من يخالفهم في عقيدتهم وميولهم وأفكارهم فلا أرد أو لا نرد عليهم حتى لا نجعل منهم خصوما حقيقيين في الفكر والمعرفة وليس مستعدين للجدال في نقاش عاقيم فأنا شخصياً طالب علم مستعد التعلم من يخالفني الرأي ويقدم لي حججاً دامغة تقوم على العقل والمنطق وشكراً ترجمة نانسي قنقر